ايه لي وقل لك اصل اخويت بقى الفن انا بقول لك الكلام ده يكون عاديين في القاعدة الاماكن فالنقاش خد بعضه فقلت اقول لك بقى اللي حصل بينه بعض الناس محمد رمضان او الفنان محمد رمضان انا من الناس اللي تريبا حلقة وحلقتين دفعت عنه وقالوا لي انتخذ فلس منه اولا اقتن بالله انا شخصين ما عرفوش انا عرفوا من بقى اللي بعيد اه ممكن تقابلنا مرة مرتين في احد المهرجانات وما في اللي هي المسابقات وكلام ده كل الجوائز وبعد كده يعني سلام طبيعي يعني مفيش اي تعامل بيننا انا من الراجل بقدر فنه وبحترين فنه وبقدر شغل بتاعه وبقدر التطور اللي هو عمله وبقدر اخلاقه وبقدر حبه للبلد وبقدر اللي هو عمل حاجة كتير او للبلد وما بكلمش عنه وفي حاجة بيتكلم عنه الشخصية بتاعته دي حما ناجعه بيا وانا الحمد لله يعني مش محتاج فلس من حد ولا يعني محتاج اي حد وبين كتير قوي حاولي يشتروني ماش هيعرفوا يشتروني لانا الحمد لله عيني مليانة بيجاي بعض الناس اللي ايه بكم مليون بروح يبيع بلد وبيع مبادئ وبيع كل حاجة فموضوع الفني محمد ربضان انا كشخصيا بقول عليه فنان ممتاز جدا بكل مدى سواء في الكوميدي او في الاكشن او غيره بيقول ان هو فنان كبير اللي بيحاربه بقى ده حاجة تانية اللي بيحقد عليه ده حاجة تانية برضو ماناش حلقة بيه انا بقولوك برضو وجهة نظري عشان المشاهد عارف الحاجة المهمة طب انت يا دكتور بستطل على طول بتتكلم عالدولة وما بيت مفيش اي نقل لا احنا بننقل ونقضنا بعض الامور في وزارة الداخلية على فكرة ونقضنا بعض الامور موجودة في الدولة وفي الوزارة ونقضنا وزارة الصحة قبل كده كم حلقة اللي فاتت اشتركوا في القناة